وصلت فرق الإنقاذ جهودها يوم الأربعاء للبحث عن ناجين جراء الانهيار الأرضي الذي نجم عن أنطار غزيرة في غرب الكاميروني وثلاثاء وتسبب في مقتل 42 شخصا على الأقل وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن ناجين وسط أنقاذ المنازل المدمرة في بلدة بافوسام الواقعة في المناطق المرتفعة بغرب البلاد على بعد نحو 200 كم شمالي مدينة دول السحلية الرئيسية وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكاميرونية إن ثمت 26 طفلا بين الجثث التي تم انتشالها وادى الانهيار الأرضي إلى تدمير 11 منزلا بينما كان سكانها نائمين واستمره طول أمطار غزيرة بعد انتهاء الموسم المطير في وسط أفريقيا مما أدى لفيضانات شديدة تسببت في نزوح نحو 30 ألف شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة للكاميرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر